الفن والالوان والزوء الحلو مش حكر بس على درسه فنون جميلة او تربية فنية واي نوع من الواع الفنون ولا على مصممين الفاشن ومصممين الدكور ولا المصورين فن والزوء والجمال دي ثقافة عامة جدا انت محتاج ان انت يكون زوءك حلو تكون بتعرف تختار الوان علشان تعرف تقف قدام المراية وتختار الالوان اللي هتلبسها محتاج يكون زوءك حلو عشان تلبس كويس وانت رايح الانترفيو محتاج زوقك يكون حلوة عشان تلبسي وتتشيكي او عشان تلبسه لديك كويس محتاجين زوقنا يكون حلوة عشان نغرب ديكور بيتنا الالوان عصب الحياة مالية العالم حوالينا نقدر بقى من الالوان دي نعمل مقطوعة فنية طحفة ونقدر نعمل حاجة نشاز جدا تعال اقول لك كده لو انت مدرستش اي نوع من الواع الفنون ازاي برضو يبقى زوقك حلو مصطلح كده في الفن اسمه التغذية البصرية ان عينك تشوف كتير فعصرنا دلوقتي بقى التغذية البصرية دي بقت من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها ممكن حرفيا تعملها وانت تحت اللحابة فيه ابليكيشن مشهور جدا لما تعرفوش اسمه بانترست بانترست ده عليه اعمال مهولة كمية رهيبة عامل كده شبه الحفرة لو يعتفيه ممكن ما بتعرفش تخرج منه بيديك اقتراحات كتير جدا لأي حاجة في أي مجال وهو شغال كمان بطريقة ان هو بيجيب لك اعداد مهولة من الصور والاقتراحات الحاجات اللي انت بالفعل مهتم بيها انا هفترض معاك دلوقتي ان انت ما تعرفش اي حاجة في الالوان ولا تعرف يعني ايه دائرة الوان ولا ايه الالوان اللي بتليق مع بعض ولا اي حاجة خالص وعايز تفهم وعايز تختار لبسك بشكل شي او عايز تختار دكور بيتك او عايز تغير حاجة وحيران ومش عارف ايه بيليه على ايه كل اللي هتعمله بس ان انت هتنزل الابليكيشن عندك وبص بقى بنتعامل معاك هتحمل التطبيب من على البلاي ستور وتسجل عادي جدا بالاميل او فيسبوك او اي حاجة هيفتح معاك بعد كده الابليكيشن بالشكل ده هتبتدي في خانة تكتب اللي انت عايزه هنا مثلا احنا بندور على الالوان فهناكتب color palettes هيطلع لنقطة رحوت هاختار منها مثلا جماليات مثلا البلتات الالوان هيبتي يطلع عندي بقى يعني ايه ده الشكل اللي بيطلعه لي بيطلع لي بالتات الوان هو محددها هبتدي انزل بقى لتحت هدوس على اي صورة نعايزها دايما واحنا بنعمل البحث نعمل بالانجليش انه بيطلع نتائج احسن بكتير من العربي هنا فتح لنا الصورة مثلا هو مختار بقى الالوان اللي فيها بيقول لي هنا بقى ايه الصورة دي فيها الوان كذا وكذا وإيه لقين مع بعض كلاما بفتح صورة بيفتح لي تحتها تاني صور كتير كدا كلاما بتفرق بقى بعمل التغذية البصرية اللي قلتلكو عليها دي اعود بقى تفرق كده هشوف ايه بيليق على ايه وهفتح وهقلب في عندي تحت كده سيب دي ممكن اسيب الصورة دي عندي في قائمة اختارها عندي او ريدت انا بفتح بقى لو دست على ريدت هنقنن الموقع اللي الصورة دي عليه فممكن اقرأ بقى اللي مكتوب عليها هنا بارده اللبس بيقولي اللبس هنا ايه الوان ايه بتليق مع ايه لو نزلت هديني اقتراحات اكتر كل دي بالتات لبس بيليق على بعضه هنا مسلا انا هدوس على الصورة دي ممكن اعمل بقى آآ زي بحث بطري كده بالصورة معينة انا عايزة مسلا يجيب لي كل الصور اللي شبه الصورة دي آآ عايزة مسلا الستايل ده اشوفه في الوان تانية فهو بيبتدي بقى حاجات يدور عليها هيجيب لي الاول الصورة دي وبعدين هيجيب لي مسلا حاجات تانية هوت يعني كل الجبس اللي شبه لو هنا هدور بقى على آآ حاجات رجالي كتبت من formal outfit هيبتدي يجيب لي بردو كل اللبس الاكتراحات للبس الرجالي كتير الوان بتليق على بعض وستايل دايما انا حاول اقرأ المكتوب تحت الصور لان ده بيدينيت كلمات المفتاحية اللي بعد كده هدور بها لو عايز بقى ان انا اعمل بحث بصور الا او لا لو عايز اعمل فولو بقى للناس اختار كلمة برو فايلز اللي فوق دي وادوس عليها هيجيب لي بقى ساي بلوجرز او ناس بينزلوا او الاكاونت اللي بتنزل الصور دي عشان اتبعها هنا اعملت دورت على اطقم حجاب بيجيب لي بقى كل الاقتراحات كتير قوي ممكن اشوف بقى واخد الحاجات دي وافصل زيها هنا برضو اعمل نفس الحركة اختار صورة واعمل بحث عليها ادور على حاجات تاني شبهها على فكرة بمناسبة البحث بالصور انا ممكن اصلا فوق وانا بكتب في الخانة بتاعت البحث بدل ما اكتب كلمة في بلاي علامة كاميرا بدوس عليها وباختار صورة من على جهازي وبيكيب لي حاجات شبهها هالعلامة اللي فوق دي علامة الكاميرا دي لو انا بقى عايز اغير ديكور او عايز اختار ديكور الوان ديكور في البيت برضو بكتبهم ديكور بالت هيبتدي بقى يطلع لي يعني ايه ملايين ملايين اللي اقتراحات فعلا وعلى فكرة اه مش عايز اقول يعني كل بس هو غالبا كل مصممين ديكور والفاشن ساينارز وكل الناس دي ده ده اساسي عندنا على 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 الموبايل زي ما احنا شايفين كده باب يفتح لي افكار كتير جدا والوان كتير جدا بتليق مع بعض مش محتاج ان انا بعد جدا احطار في الموضوع يعني والوان ممكن اكون مش متخيلهم مع بعض بس لما بلاقيهم فعلا بلاقيهم حلوين يعني ممكن لو انت بتزبطي ديكور البيت تاخدي بقى الدرجة من هنا وتروح للمكان بتاع الالوان هو يختار لك الدرجة عنده على بلاتة الالوان او كرتلة الالوان اللي معاه هنجرب بقى حاجة تانية لو هنا انا عايزة عندي اطفال او عايزة اشوف اعمالي ادوية اختصار دو ات يورسل مدور عليها بيطلع لك تروحات كتير او يعني بوصوا هنا وانا ممكن ادخل على ريدات دي وادخل على الموقع بيبقى شرح لي الخطوات وممكن اشوف فيديوز بقى يعني في فيديوز بتبقى نازلة برضو هنا ممكن تعلمني او زي كده كلها افكار بسيطة بس متكونش حضراف زينينا لما بنشوفها بتساعدنا كتير جدا لو عايز زي ما قلت لكم احفظها بعمل سيف دي وباختر لها بورت لو عايزة انزل الصورة بنزلها من دولود انج دي من التلات نقط اللي فوق عليمين دول بس بتبقى عندي على الموبايل هنا او ان انا هنا بحفظها في قايمة عندي على الابليكيشن نفسه كل دي قوائم انا عملاها حفظة فيها حاجات ممكن انا احمل انا حاجات برضو عليه ارفعها عليه لو انا عاملة حاجات ممكن بقى نجرب كده ان احنا برضو نسيرش بحاجة تاني ده او لو انا عايز اشوف ازاي يلبس بطريقة ناسب شكل جسمي بكتب مثلا ان الكلمة دي ازاي يعني اناسب اللبس على شكل الجسم بيجيب للاول مثلا اشكال الجسم المختلفة وبعدين بيدين اقتراحات الجسم مثلا لشكله شكل طفاحة ما يلبسش اللبس المعين السعر رملية يلبس ايه شكل يكون احلى عليه هنا بقى لو عندي اطفال او رجال عايزة طريقة قص شعر ستايلز بيدين ستايلز كتير جدا دايما يعني انا بديكم بس اوبشنز يعشان تعرفوا قد ايه وممكن يساعدني في كل حاجة في حياتي الاكل الصحي ممكن ادور برضو على اختيارات الاكل الصحي هي جابلي في لحظات بقى بين ايديك حرفيا ملايين ملايين الصور والاقتراحات والحاجات اللي ممكن عينك تتعود منها على حاجات شكلها شيك وزقها حلو والوان لايقا مع بعضها لو عايز بقى ان انت تتعمق اكتر في الموضوع ممكن تعمل بحث كده على حاجة اسمها عجلة الالوان او دائرة الالوان وتفهمها بشكل مبسط لو عايزين اعمل لكم فيديو عنها اكتبوا لي بس في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو واشرح حلقه بشكل بسيط لان هي لها شروحات كتير ممكن تبدو انها معقدة ولكن هي سهلة وما فياش حاجة في الاخ ثالث حاجة بقى يا سيدي المتاحف والجمال والتزوق وكل الحاجات دي مش حكر بس على الفنانين وانا الناس المهتمة بالثقافة والتراث دي مفتوحة لكل الناس لما بتدي نفسك وقت ان انت توقف قدام منحوطة او لوحة او اي عمل فني انت بتسرق من يومك كده او من الزمن لحظات بتغطص فيها جوة الجمال بجد فهيبقى اجرب يا سيدي انت مش هتخسر حاجة يعني احنا مسحولين اصلا طول اليوم في حاجات كتير فما جاتش على الحاجة دي اللي ممكن نعملها وفعلا ممكن تفرق معنا في نفسيتنا لو لقيت نفسك مش فاهم حاجة او مش فاهم ان انت بتتفرج عليه ده عادي جدا والله فيه فنانين اصلا مش فاهمين شغل فنانين تانين كتير وفيه فنانين بيعملوا شغل وممكن هما شخصيا يكونوا مش فاهمين ما تحسش بالغباء ولا حاجة ولا استقطك في نفسك تتهزي ولا تتقفل يا سيدي دور على الحاجات السهلة البسيطة اللي ممكن تعدلك مودك ولو مكسوف ان انت تسأل حد ابقى اسأل جوجل عيد وبس يا سيدي دي شوية طرق بسيطة كده ومختصرة وسريعة ازاي زوائك يبقى حلو وازاي تختار حاجات كتير في حياتك تليقى على بعض وانت اصلا عمرك ممسكت فرشة في حياتك ولا رجلك عدت حتى من قدام في نون جميلة